تفضلت بي جنابك أنه هذا الاصطفاف والاستقوى والرجوع إلى عمق ستراتيجي البحث عن عمق ستراتيجي خارج الحدود ربما الشيعة من أسس لهذا ولم يتمكنوا من أن يقودوا الدولة قلن وضحها باعتبار موجوده يعني من يكونوا يا نظيف سني آخر كريم راح أطرح عليه نفس السؤال نعم أنا أتفق مع حضرتك وأنا أقول الشيعة إلا ربما تتحمل المسؤولية الأكبر لسبب يعني ليس فقط الشيء اللي يدور في ذهنك لربما تتحدث في موضوع أنه الشيعة وكردوسنة بقدر ما أنا أتحدث بنسبة العددية أنا أقول عندنا بحدود في داخل البرلمان عندنا بحدود يعني 186 نائب شيعي فكان من المفترض أن تكون القيادات الشيعية لها القدرة في قيادة البلد وليس التفكير بقيادة الأمة بذهنية المعارضة عندما تكون هناك أن تكون راعي لعملية وأن تكون في سدة الحكوم يفترض أنه أن تفكر ليس رئيس مجلس وزراء لقومية معينة أو لطائفة معينة وأنما رئيس مجلس وزراء لكل العراق وهكذا بالنسبة للمواقع الأخرى لرئيس مجلس النواب هل هو رئيس مجلس النواب للمكون السني أم هو رئيس مجلس النواب لكل العراق وينسحب على كل المناصب ينسحب عليه وجميع المناصب حقيقة بما فيها النواب بما فيها المدراء العامين